أنا أنقل للناس كل اللي يصير مثل ما هو تذكرون من كانوا يقولون علي قحطان يحكي إيحاءات بعد ماكو إيحاءات بعد قبل قبل قحطان يقعدك على الكاشان انطوني الفيديو أنت ذكرت راح يجي الحار وأنا أقول لكم راح يطفكر للعراق وما راح تشوف هذه الظاهر سجلي والله هذا التاريخ اليوم حتى نعيد الحديث راح أقطعه أخليه أستضيفك من يصر عندي أنت سألتني على كلمة أنا قايلها وتنكرت لها أبدا أسا تقول لي آي ثقة مني أسا جاي تحكي شنك توز ومحلق ومرتاح أول مرة نألف عنائي حكومية بهذا الشكل أسا تقول لي شلون كل رسال وزراء يجوي قالوا أول ملف وأول دنيا وقيام الكارب أول عام وأول عام تتعرض الأسلاك إلى الاعتداءات الإرهابية وطلع رئيس وزراء عليها بذاك الوقت أسا أجيك بالكلام تفع فأول مرة نألف عنائي حكومية بهذا الشكل أسا تقول لي شنه يعني أسا مضاف إلى تسير أفواج الطوارئ لحماية البناء التحتية وغيره إحنا ما جننا نستعد من شهر داعش أنت سمعان أنت شم موسم تجيبني هنا وأقول لك يا معود والحقني أستاذ محمد وأنت راي عام وموازنة ماك وراح أطب الصيف وأنا ما أمسوي صيانة مو صح من شهر داعش بدينا خطتنا العانية والسريعة واستعدينا للصيف واحد خمسة بعد تشم يوم راح أسألف لك عن استقرار حمل ما ينزل ممنوع دون الأربعة وعشرين ألف أوقف أوقف أسمعت؟ أسمعتوا يا العراقيين بش غسارة بش غسارك الكهرباء بعد ما تطفى من واحد خمسة هو قال يابا إذا طفت الكهرباء دون الأربعة وعشرين ساعة اسمع اسمع أنت مولي مولي اسمع إذا طفت الكهرباء دون الأربعة وعشرين ساعة إذا اشتغلت الكهرباء عشرين ساعة أسح لك هنا بالستوديو خلي سمعون كل العراقيين بش غسارة الناطق باسم وزارة الكهرباء يقول ما إجاءنا رئيس وزراء مثل السوداني السوداني سوى اللي ما صاير للكهرباء السوداني يقول أنه واحد خمسة لازم الكهرباء أربعة وعشرين على أربعة وعشرين وداعا أهل المولدات وداعا وداعا إلى اللقاء ساندي برد أتمنى أتمنى ما يطلع كلامك جذب أتمنى بالصيف الكهرباء ما تطفل تدري إذا كلامك طلع صح والكهرباء ما طفت تدري أنت رح تكون الناطق الإعلامي الوحيد أو مدير الإعلامي الوحيد ما أدرسى شنو منصبك تمام رح أخليك نجم نجم بالبرنامج بحيث يومية أطلع صورتك أقول لك شكرا يومية يومية أطلع صورتك أقول لك رحم الله والديك بس أنا ما أعتقد رح يصير هي رح يصير العكس تمام ولو أنت متعلم يعني كل موسم صيف يجيبوك يمسحون بيك القنوات بس أتمنى كلامك صح مو على مود أنه أنت أتمنى تطلع صادق لو تشادك بس أتمنى أن الجهال ينامون بالصيف على هوا بارد أتمنى يشربون مي بارد أتمنى مو على موتكم أنتوا بالنسبة عندي ما تسوون بس أتمنى كلام اللي قلته يطلع صح